ايه رأيك ان الرواية اللي انت جابها دي عن واحد رافضي متروك الحديث والرواية ما لهاش سند بجد حاجة تفاهم اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج قرار ازعل زي ما قلنا لكم قبل كده ان شوية البتاتيع اللي هم بتوع مؤسسة تكوين دول الجماعة علشان يرجعون لنا الضحكة الحلوة وعلشان ايه نضربهم كلهم مع بعض ضربة واحدة كده شوف نهارده شوية فيديوهات يعني بجد كوميديا على سخف على تدليس على كذب ندخل بقى في الكوميديا لا شك يا جماعة ان الموجودين في المؤسسة المشبوهة اللي اسمها تكوين دول هما ناس متنورين يعني استحالة مثلا يكونوا ناس بقى وحشين بيعرفوش يقرأوا ولا يعرفوا يكتبوا ولا يعرفوا يتكلموا ولا الكلام ده تنوير يا راجل ده تنوير يا عم اسم يا لا يا عاجل تنويري صدق ان انت فاهم انت فالمفترض ان الناس دي يكونوا قمة الثقافة والبتاع ده عادي من عندنا المهم يعني في اللغة والعلوم الشرعية ده المفترض يعني تعالى نشوف واحد من المؤسسة اللي اسمها مؤسسة تكوين وطلع يكون الفكر العربي شوف كده بينطأ اسم سيدنا ابو هريرة ازاي وهو حديث ابو هريرة عن النبي انه قال خلق الله التربة في يوم السبب وهو حديث ابو هريرة عن النبي انه قال يا ابن اللي انت بتقول ابو هريرة يعني ده اطفال المسلمين عارفين اسم سيدنا ابو هريرة طب انت مخدتش وانت صغنن يعني حتى كده هريرة اللي هي قطة المشكلة هي مكتوبة قدامه طب مش مشكلة طب محدش راجع محدش شاف لا فهي عدد على ابو هريرة لا مش بس ابو هريرة هو يبدو انه فيه تسلخات في اللسان او حاجة زي كده شوف لما كان طالع يتكلم عن الدرقوتني شوف كان بينطأ اسمه زي كده جمع من الحفاظ والمحدثين على الصحيحين واشارهم الدرقاتني اللي انت بتقوله ايه درقاتني دي انت انت ليه نايتي كده انت ليه طعم كده في نفسه يععم ناسمه الدرقوتني مش الدرقاتني ده واحد يا جماعة بقى المفترض انه بيتعرف في المؤسسة دي الإلحادية اللي اسمها تكويني على اساس انه باحث ومختص في قضايا التراث وشؤون الأقليات ومهتم بالتاريخ الإسلامي وعلوم القرآن علوم القرآن وتاريخ إسلامي لما انت مش عارف تقول ابو هريرة مش عارف تقوله الدرقوتني درقاتني اه ابي هريرة دا انت رجل باحث في التاريخ وقضايا التراث وعلوم القرآن وفي النهاية مش عارف تنطأ أسماء العلماء وواحد من كبار الصحابة يعني مثلا مش صحابي يعني لم يروي أحاديث وإلى آخر والإسم بتاعه غير دارج على الألسنة ده سيدنا أبو هريرة تعالوا نشوف أن هذا الشخص كذب على النبي صلى الله عليه وسلم عامد متعمد بل واستدل برواية مكذوبة ليه؟ علشان يطعن في جناب النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة ملتوية زي اللي هو شغال معهم فهذا الشخص كتب مقال في موقع المؤسسة للحديث تكوين بيت تاين في النبي صلى الله عليه وسلم وحاشا أن النبي كان يمارس التقوس الوثنية قبل الوحي وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه عوذ بالله هذا الهه فهم أنت استدلب رواية مكذوبة في كتاب الأصنام لدن الكلبي صفحة 19 الرواية تقول وقد بلغنا وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها يوما فقال لقد أهديت للعزة شاتا عفراء وأنا على دين قومي طبعا زي ما احنا ما شفنا أن الرواية ليس لها إسناد دول وقد بلغنا بلغنا آه بلغنا ملهاش إسناد هي مذكورة كده في الكتاب وخلاص ويطلع هذا المفترض أن الباحث في التاريخ والتراث وعلوم القرآن ومش عارف إيه يستدلي بيها طبعا على أي أساس يعني كيف ده أنت راجل باحث وملتركت يلي اللي مش باحثين هم دول يا جماعة الفطاح البتعكم هم دول اللي انتو اخترتوه مع الفرازة على كل حال تعالوا نشوف رأيه العلماء مش بس في الرواية اللي هي أساسا من غير سند هو بلغنا بلغك عن مين ما ممكن يكون بلغك عن واحد كذاب إيه المشكلة يعني لكن هو بلغنا من غير إسناد وحطاه طيب مش بس كده تعالوا نشوف رأيه العلماء في الكاتب نفسه اللي هو ابن الكلبي تعالوا نشوف مع بعض في سير أعلام النبلاء يقول ابن الكلبي أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب بيقولي في السطر التاني بيقولك الشيعي أحد المتروكين كأبي عند متروك الحديث أساسا قال أحمد بن حنبل إنما كان صاحبي سمر ونسب ما ظننت أن أحدا يحدث عنه وقالت دركتني عفوا عفوا وقالت درقتني وغيره متروك الحديث وقال ابن عساكر رافضي ليس بثقة وقد اتهم في قوله حفظت القرآن في ثلاثة أيام تعالوا نشوف فردو موجود عنه في تذكرة الحفاظ للذهبية يقول هشام بن محمد الكلبي الحافظ أحد المتروكين ليس بثقة فلهذا لم أدخلوا بين حفاظ الحديث وهو أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب قالكو فيه الرافضي المسابة إيه رأيك إن الرواية اللي أنت جايبها دي عن واحد رافضي متروك الحديث والرواية مالهاش سند بجد حاجة تفهم إقوات لا واحد منه مطلع يطعن في صحيح البخاري يعني يشوف سبحان الله العظيم بيتركوا إيه وبيمسكوا في إيه ليه أصل الرواية دي فيها طاعن في النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن ممكن كده نقول إن النبي عذا بالله بيعبد عذا بالله وحشا والله والله حشا بيعبد أصنامه كان على دين قومه فكل واحد يا جماعة على دينه بقى ربنا يعينه فبلاش تقول لي دعوة للإسلام ولا الكلام ده إذا كان النبي نفسه كان على دين قومه والكلام ده عوذوا بالله والله العظيم من ده فكرة وده منهج أماي الصحيح بقى في هذا الأمر تعالوا نقرأ بقى ما ورد في صحيح البخاري الهم ما بيروحوش لصحيح البخاري إلا لما يحبوا يطعنوه فيه لكن إنهم يجيبوا منه أحديث موثوق فيها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا 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 دي مش شغلته تعالوا نقرأ بقى ما ورد في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمر بن نفيل بأسفل بلدح قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة فأباء يأكل منها ثم قال زيد إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه عرفت ليه بقى بيطعنوا في صحيح البخاري عشان يمعود يستدلوا برواية مكذوبة وموضوعه علشان يخلي دين النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن دين قومي وليس دين الله ويزعموا أن النبي عياذا بالله كان على غير دين الله سبحانه وتعالى وأن النبي هو الذي اختلق هذا انتك أنت على دين قومك فاختلق بها سيدنا محمد عياذا بالله عمل دين جديد والله ده قمة الإجرام طيب بعد ما شفنا الأستاذ بتاع الدركاتني وأبي هريرة اللي بيكثب على النبي صلى الله عليه وسلم الطعم النايتي ده تعال بقى نشوف المتخصصة في القضايا الدينية والفلسفية وهي مش عارفة تفرق ما بين الذكور والإناث سيدة خديجة كانت متحمسة جدا للدعوة والرسالة درجة أن هي دعت بناتها هالة وهند للدخول في الدين وما عملتش كده مع نساء أخريات ولكن هي دي بس الحادثة اللي ذكرت دعت بناتها هالة وهند ما عملتش كده مع نساء أخريات بتقولك أن السيدة خديجة دعت بناتها هالة وهند دي واحدة المفترض في مؤسسة جاية تخلي الناس تقرأ وتتثقف بتقول بنات السيدة خديجة هالة وهند ومعروف أن هالة وهند دول رجال أصلا مش نساء آه والله تعال نقرأ للتأكيد ما ورد في الإصابة في كميز الصحابة حالاقي بيقول هالة ابن أبي هالة التميمي قال أبو عمر له صحبة وقال ابن حبان هالة ابن خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بيبقى هالة دا جماعة ذكر ابن السيدة خديجة مش بنت السيدة خديجة تعالوا نقرأ أيضا ما ورد في تهذيب الكمال في أسماء الرجال يقول هندو ابن أبي هالة واسمه النباش ابن زرارة بعد كده يقول لك إيه رابيب النبي صلى الله عليه وسلم وأمه خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو خال الحسن والحسين رضي الله عنه أجمعين يعني الأستاذ المثقفة اللي جاية تشارك في تكوين الفكر العربي مش عارفة إن الأسماء دي أسماء مشتركة ما بين الرجال وما بين النساء ممكن تلاقي بنت اسمها إسلام ممكن تلاقي ولد اسمه إسلام ممكن تلاقي بنت اسمها سلام ممكن تلاقي ولد اسمه سلام وهكذا فهندو هالة برضو قديما دي من الأسماء اللي هي مشتركة ما بين الرجال وما بين النساء فأنت المفترض إن أنت ست بحثها في التراث وإيه وإيه فأنت بتجيب العلم من مصادره يخربت الثقافة ده غير إنها بتقول لك إيه بتقول لك السيدة خديجة كانت متحمصة للرسالة ودعت بناتها اللي هما مش بناتها أصلا يعني ومدعت بناتها للدخول في الدين ومعملتش كده مع نساء أخريات فين التحمس يعني فين الحماس في كده انت بتقولي أصلي هي كانت متحمصة ودعت بناتها فقط طب متحمصة بقى تدعو الآخرين هو ده دين قبل يعني يعني دين للقبيلة معينة والسيدة خديجة تقول لا أنا بناتي بس اللي هما مش بناتها يعني أنا بناتي بس وانا هتكلم معاهم طب فين الباقي وهل يعقل أن السيدة خديجة تفعل ذلك وإن كان عندها فرصة أنها تدعو النساء أخريات مش هتدعوهم للإسلام وهتدعو بناتها فقط يعني قالت حتى قالت لم يذكر لم يثبت عن السيدة خديجة أنها دعت غير مثلا بناتها لوما أساسا مش بناتها لكن أنت طلعة بتتكلمي بتحسيمي الأمر لم تدعو غير بناتها وده أصلا مش ثابت أن هي لم تدعو غير بناتها لوما أصلا تدعو مش بناتها أنت وجدين تعملوننا لبخة في الدماغ ولا إيه